السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة موضوع شايد جدا جدا خاصة ان انا خلاص خسيت الكيلو السبعتاشر بحمد الله بدعواتكم ما تنسوش اللايك والشير فضل الله ليس عملك النهاردة بنتناول الحجة فاطمة ورسائلها لكل الناس وغادة اللي بتقول انا ما شفتش في حياتي اي راجل قبل كده يعني مش الرجال المصريين كخة او خلاص او دعوة صريحة منها لكل السيدات انها تغير الرجالة وتبدأ تتجه للشوام لبنانيين سوريين واما شبه هزالك هنتكلم بكل التفاصيل مهلا ومعناها مع اني برغم ان انا كنت اكبر داعب لغادة قبل كده ومساند لها اوقات كتيرة جدا هنقول بس الحجة فاطمة في عجالة سريعة الحجة فاطمة سيدة مش كبيرة او في السن ومس صغيرة وانسان عندها شخصية قوية جدا وعانت كثيرا جدا وتعرضت في اخر سنة لحاجات صعبة جدا لا يمكن انها الوضع يرجح كصابق عهده زي ما بيقولوا يعني لان ست مش بتاعت مشاكل هي طول عمرها اتعرضت في حياتها لمشاكل كتيرة جدا وهي مو سمحة وعايزة تعشش على اولادها ويمكن بتخاف على محمد وانا يا محمد بقول لك خلي بالك مش خلي بالك يعني حاجة خلي بالك على اي كلمة او لفظ يطلع منك علشان مش انت اللي تدفع تمنه اخواتك البنات يدفعوا تمنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال القوي من يملك نفسه وقت الغضب لازم يبقى تقدر تملك اي كلمة هي ما بتحبش ابدا اي مشاكل وعايزة اللي يكلمها زي والدتها الله يرحمها ويحسن اللي ايها تقول لك اللي ما كانش يمها في موبايلات اللي عايز يكلمني يقول لي خبر كويس اي خبر وحش يحتفظ به لنفسه فهي لما بتيجي حد يكلمها دلوقت انت تقولي شهدت حق انت مش عارب يا جماعة هي مش فضية للكلام ده هي خلاص حرام عليكم انت عايزين تيضوا عليها انت قضيتوا خلاصة على بنات يبقى مش هنيجا على الحاجة لا اقولي كلمة حق روح هيكلمي بنتك وقولي لها انت عارفة ان انا ما غلطتش مع انه كلكم مخطئين كلكم بدون استثناء غلطتوا في حق هذه الاسرة اللي فتحت زراحة لكم وكانت بتحت ضمكم وما كانش بتعمل فرق بينكم وبينهم اساقت قوليهم فهم من حقهم النهاردة لازم كحة الستين مفيش فايدة يا حاجة فاطمة فمن حق الحاجة فاطمة ومحمد يقفل على اخواته وعلى والدته ومن حق الحاجة فاطمة تقول لاخوتها ترد على مين اللي بناتها ترد على مين وما تردش على مين وتفتح لمين بيتها وما تفتحش لمين بيتها لان لا يمكن اللي كان زمان حيرجع الناس اللي مفكرة ونرجع زي زمان عايزنا نرجع زي زمان زي ما قالت أم كالسوق قولي الزمان ارجع يا زمان وهتلقى أهل بلا داب ولا حب ولا نجرح ولا شفع حرمان بتعتب علي ليه أنا بإيديه إيه فات المعاد فات المعاد ثم إن كل أيام ولها دولة ورجال مش معقولة أوعت فكروا دلوقتي انتم بتكونوا الأول بتعاملوا مثلا مادام الصدفة نهاردة بقت زوجة رجل أعمال وهي بقت سيدة أعمال مش متكبرة خلاص يا جماعة خلاص القماشة غير القماشة كل واحد يبص على القماشة اللي تناسبه ويشتق يعني وكده بدون تجرح في حد رجاء عشان خطري كل واحد يعرف حجمه ويبعد وما يحاولش يفكر في يوم من الأيام إن الأبواب المفتوحة على زراعيها حتى إن مفتوحة تاني الأبواب اتغلقت لأن الناس دي عانت ما عنوش من عهد الفتح لأن عهد الفتح لعمره هتفهم ولا عمره كلها أداة اتصال معاهم ولا أي حال بل اتأذوا من أقرب الناس كانوا معاهم في تواصل وعلشان كده كرهين التعامل مع أي ناس وخاصة بتوع المدين يعني يقولك أنا لو أصاحب حد أصاحب حد المرامل خلونا بقى في غدا أم الرجالة وزوجها السوري ربنا يبارك لها ما حدش بيتنمر عليك يا غدا أنا كنت أكتر واحد مدافع عليكي لكن زي ما نصحت زيزي بينك وقلت لها كنت هتخش مجال التمثيل والسينما والشاشة الفضية اعرفي أني أنت أمامك حرب بلا هوادة أو رحمة أو شفاك أنت بتقولي الناس بتتنمر عليك في حين أنت اللي بتتنمري على كل الرجال المصرية بدليل اللي أنت بتقولي أنا ما شفتش راجل في حياتي غيره غير السوري طب هو ده ما يعتبرش تنمر يعني الرجلين اللي كانوا قبل كده كانوا مثلا كمالة عدد كانوا لا بيهشوا ولا بينشوا إما الأولادك هل داي صح؟ هل الإساءة لأولادك لما تطلع على طول يبقى مين اللي بيتنمر عليك ثم إن في الفيديو اللي أنت قلت بيتنمر عليها وأنا باكل علشان فك وكنت باكل على السنان الأمامية لأن أنا عندي مشكلة فكك ألف سلام الأول عليك وعلى فكك لا في حاجة لما علمها لك عشان أنا كنت هبقى بطل سينمائي قبل حسن بيسم قاعد محمد رمضان في البيت كنت أنا هقاعد محمود عبدالعزيز وخاصة في بداية التمانينات لأنه كان نجمي حيعله ودي بالشادة يوسف شهيد طبعا وعطف الطيب في حاجة في السينما المصرية اسمها ماستر سين أنا عارف إن أنت نفسك تمثلي وكل بساتك تمثيل والعياد ده بتاع ميناريز وأنا عارف إن أنت ممثلة يعني جبار بس أنت للأسف سبحان الله أنت اللي الأصول تاخد أدوار البطولة يجي السيناريست وقال أبو السعود يروح يجيب حسن بيسو ويروح يجيب مين زيزي بينك صوت مع إن هي غادة لو عايزين ممثلة هي غادة تعرف تعمل تراج دي تعرف تعمل في نفس الوقت تطعيت وتضحك عادي ممثلة متعددة في حاجة اسمها ماستر سين ماستر سين دي أقوى حاجة ولو عايزة تشوفيها مادام سهام سهام هانم قناة النقط وانا عشان بتابعها على طول بتشتغل بيسو بس هي علشان قناة النقط ايه اللي بتجيبه في مستر سين بتقولك ايه زواك فلالة الحاجة فاطمة ده في البداية مادام صدفة عاد الفتحي مش عارف حسن اليلال ايه طخ 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 ثلاث حاجات ليه معناها بتقول للمتابع خلي بالك ان جوا الفيديو هتلاقي الحاجات اللي انا اتكلمت عليها دي انت بقى في مستر سين عملت ايه وانت في القرية اللي كنتوا بتاكلوا فيها القرية البدوية عملت ايه نفس اللي انا عملتوا ده هيعملتوا يا جماعة في البداية في اول عشر سوان اي واحد لما قولك كده غلط واي هل ده تنمر هل ده معناه انت بتاكل على الفك الامامي او على الدروس لأ ده سلوك غير مقبول حتى لو كانت عمل داخل الفيديو كان يجب عليك تدليقه مثلا لان التلات حاجات ما فيه السيدة بتقولهم عندها تلات رجالة اوهم الرجالة بتقولهم في بداية فيديو الا كانت قصده شريحة معينة من المتابعين يخش يتفرجوا لأنه هيسمعه من الأصوات دي طب الأصوات دي نتيجة الأكل كان سخن لو كان الأكل كان سخن كنت وطيت الصوت لو كان أساسا الرقطة دي أنت حاسة أنها عادية ما كنتش حطيطيها في المقدمة كنت خلتيها في سياق الفيديو لكن أنت تعمت دي أنك تحطيها في المقدمة علشان تعرف أن دي أقوى حاجة أو كما تسميها السينما المصرية ماستر سين يعني القوة زي مثلا عبدالحلام حافظ في فيلم الخطاة يقول له أنا مش ابنك يروح ضارب بالألم أنت مش ابني تغيره عامات حمد ضربه دي اسمها ماستر سين أو زي حسين فاهمي حسين رياض في فيلم ردة قلبي لما وقف في الصورة هو مشلول ورجله إيه الشرر هدعمه وبيقول تحيا الصورة تحيا الصورة وأولاده علي صلاح زلفقار وشكر صرحان بجواره دي حاجة اسمها مستر سين زي مثلا مجدة في فيلم وأسلاماه وهي بتقول وأسلاماه ومحمدا هيا إلى الجهاد هيا إلى الجهاد دي حاجة قوية في الفيلم علشان تجيب متابعيه زي فيلم بيجاد أخو زوج الشيماء لما طلع بيجر أحمد مصر في فيلم فجر الإسلام لما طلع فوق على الجبل وأعلن إسلامه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله دي اسمها أقوى حاجة في الفيديو طب أنا هقول غلطة ما تقصطهاش طب في الفيديو اللي قبله بتاع مرسى مطروح وشاطئ الغرام والكلام ده والشاطئ بتاع ليلى مراد اللي هو مش عارف أساسا مين ليلى مراد ولا هي بتعمل معنه هي اسمها لليان إسحاق مردخاي وكانت يهودية وبعدين أسلمت وأبوها إبراهام مردخاي وأخوها ذاكي مراد أو ذاكي مردخاي عملت إيه جيت في مستر سين رأستي أو لف خلتي يغمرك كده ويلفي بيك وتلف ياخدك لفة طب لما لفتي لا يعني معنى كده بقى كل دعوة لكل واحدة مصرية وانت بيتقول أنا ما شفتش في حياتي راجل يعني إحنا كرجالة بقى إيه مصرية إيه نقشر بصل مثلا لا إنت اللي تنمرت محدش تنمر عليك إنت اللي تنمرت على الراجل المصري إنه راجل خرع وإنه راجل ما بيعتمدش وإنه أنت كنت الراجل وإنه مفيش راجل مصري كان في حياتك مال الراجلين دولة كانوا في حياتك إيه أنا ماليش دعوة بفلان وعلان ومحمد والمشاكل وماما مش عارف مين والمشاكل اللي إحنا خضناها معاك كبيرة جدا يوم ما لجبت الأولاد دي من إزال لما هم مش رجالة كنت بتجيبي ثلاث عائل معهم من يوم الدخلة كنت تتطلقي من بعد الدخلة بأزواء تقولولوا أنت مش راجل أنت تعتمد علي أن أنا ست وأنا الراجل بقى لقيت في السوري ده هو الراجل أنا مع احترامي الكامل لكل إخواتنا الشواب والسوريين واللبنانيين والأردنيين لهم منا كل تحية ولكن هذا الكلام خارج الصياء وما ينفعش ومش مسكنها وصعبانا أنت تطلعي وتقولي قنوات النقدي مسكني غسليني عمليني مخليني لا يا غاد كل تحاول كله الاحترام فيديوهين طبعا مقصود بهم مسترسين أنك بتعلق التون بتاعك في لقطاب ما ينفعش أنها تتحط في محتوى جيد جيد لائق بسيدة مصرية أم الرجلة في اللقطتين لنا عليهم ملاحظ كتير جدا بس أنا المرة دي مش هتكلم بس إن شاء الله جاي يستبقى يا حضرتك على الخريطة عندي في اللي جاي إن شاء الله كل التحية وكل الاحترام لمحبي ومتابعة عادة الفتحي في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته